بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى ومادة الساينز الاسبوع اللي فات الحمد لله والحلقة اللي فاتت كنا جينا اتكلمنا على يا طرح هناخد ايه خلال الترم وعرفنا ان المعلومات اللي هتكون خلال الترم ده هتكون اقل كتير من المعلومات اللي انتو خدتوها من الترم الاول وهيكون ان شاء الله بسيط وتجيبوا فيه اعلى الدرجات بس احنا ايه نمشي مع بعض خطوة بخطوة وان شاء الله تحققوا اعلى الدرجات والدرجات النائية كمان مش اعلى الدرجات فقط يعني وكل سنة وانتو طيبين وبنسبة بدء العام الدراسي خلاص بقى يعني احنا دخلنا في الجد طيب اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن الكميكال كومبينيشن واتكلمنا عن يا طرح ايه هي المتر معناها ايه من الترم الاول ويه بتتكون من ايه طيب تعالوا كده نرجع مع بعض عشان نقدر نخش على الكميكال بوند دوس النهاردة الروابط الكيميائية بتحصل ازاي هنرجع مع بعض اللي خدناه المرة اللي فاتت كده سريعا عشان نقدر نربط ما بين الكميكال بوند والكميكال كومبينيشن اللي احنا خدناه المرة الجزء اللي فات بيحصل ازاي هي عموما الترابط الكيميائي بيحصل ازاي او المتر كمان بتتكون من ايه طيب خدنا المرة اللي فاتت الاتوم والاين الفرق ما بين the atom and the iron cold a atoms يبقى عرفنا من المرة اللي فاتت ان المتر بتتكون من منيكيولز وكل منيكيول بتيكون من حاجات اصغر منها اسمها ايه units ويه ال units the smaller units وكولد بسميها ايه cold a atoms يبقى بيكون زرات حاجة سويارة جدا وخدنا برضو الترم الاول عشان نقدر نكمل معاها ان الاتوم بيكون ايه متعدل ايه كهربائيا electric a neutron in its ordinary states في الحالة الطبعية لان في الاتوم بيكون number of electrons equals the number of a proton عدد الالكترونات بتسوي عدد ايه البروتونات اللي بتكون موجودة داخل ايه النيوكليز طيب وعرفنا الفرق ما بين الاتوم والاين وقلنا ان الاتوم بتكون it is the smallest individual unit of matter which can share in chemical reaction الاتوم بيكون اصغر حاجة موجودة في المادة ودي اللي انا بقدر ان انا ادخلها في اي ايه تفاعل كيميائي وبيكون الالكتريك بتاعتها بيكون ايه neutral in ordinary state فيه بيكون الكهربائية او الشحنة الكهربائية بتاعتها بيكون ايه متعدلة ليه لان احنا ويسا يدين number of electrons equals the number of protons طيب the number of electrons زي ما احنا يسا يدين equals the number of protons طيب الاين بقى الاين هي عبارة عن اتم بس ايه اللي حصل فيها which loses organs an electron ادرت ان هي تاخد electron or more during the chemical reaction يبقى ادرت ان هي تفقد او تكتسب electron خلال الايه التفاعل الكيميائي during the chemical reaction ودايما بيكون ايه charged ليه بقى يا اما تبقى positive يا اما تبقى ايه negative ions واحنا تكلمنا في المرة اللي فاتت وبرضو افكركم بيها واللي دايما ليه بيكون بتاخد شحنة positive او negative عشان هي لما بيزيد negative ion بيكون بتاخد charge بتاعتها negative ولما بيزيد عدد positive ion اللي هي positive charge بتاخد number of proton لما بتزيد بتاخد positive A بتحول positive ion طيب نفهمها كده ممكن عشان ايه ما يحصلش لابس احنا الاتوم في العادي number of electrons بتساوي number of ايه protons تمام يبقى number of electrons بتساوي number of protons طيب امتى اتحول negative ion او امتى اتحول positive ion ده لما باجي المفروض لو انا loses electrons لو انا ايه فقطت شوية الكترونات احنا المفروض اللي تساوي number of protons بتساوي number of electrons فقطتش بقى electrons one electron or more فقط واحد او اكتر ايه اللي يحصل مين اللي هيبقى زايد عندي البروتون اللي قال عندي اللي ايه الالكترون لكن عدد numbers of protons ايه هي اعلى من numbers of ايه عشان كده ساعتها بقى هياخد negative ولا positive ion هيبقى negative ولا positive ion هيبقى positive ايه ايه لان البروتون مفروض هي ليها ايه positive charge يعني هي بتبقى ليها شو احنا ايه موجبة فهي هتبقى positive ion طيب نيجي بقى المفروض ان احنا الاتوم في الحالة العادية في ordinary states بيكون number of electrons بتساوي number ايه equals number of protons طيب انا اكتسبت بقى الكترونات انا ايه اكتسبت الكترونات بقى number of electrons زادت عن number of a protons يبقى هنا هيتحاول لإيه لnegative ion هيتحاول لnegative ion طيب تعالوا نبص كده مع بعض هنشوفها برضو بطريقة اسهل شوية ان هي توضحها لك ادي دي مثلا ده اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت وقلنا لو هو جي فقط lose one electron بص كده مستوى الطاقة الخارجي خلاص عندي البروتون زي بواحد بone ايه بone proton يبقى بياخد ايه الحارج بتاعتها positive همام حتى لو بصيت كده فوق هتلاقي البروتون هتلاقي كده ثلاث كور صغيرين دي اللي بتبين العدد البروتون هتلاقي النيوترون تحتها لو بصيت على الصورة اللي هي في اليمين تمام وحتلاقي الالكترون اتنين فوق اهي ادي البروتون وادي النيوترون النيوترون هي هنا مش بتتغير اللي بتغير البروتون اللي بتغير هنا الالكترون البروتون بتبقى جوة النيوكليس لما فقط one الالكترون يبقى مين اللي كده زايد عن التاني البروتون زايد ده بايه بواحد يبقى ياخد البوزيتف تشارج تمام يبقى يتحول لبوزيتف ايه اين طيب النيجاتف ايه اين تعالوا بقى نشوف النيجاتف اين المفروض ده النيتروجين بيتوزع كام 2 اليكترون في مستوى الكير ومستوى الال في ايه 5 اليكترونز هو محتاج كام عشان يوصل لدرجة الاستقرار المفروض انه هو هيبقى محتاج 3 اليكترونز عشان يبقى ايه فيواصل لدرجة الاستقرار لان عشان يكتمل يبقى يكتمل ب8 اليكترونز في الاوتر موست الليفل للاتوم لو جينا شفنا البروتونز هتلاقي ان هو عدده ايه هتلاقي 7 النيوترونز نفس الحكاية الالكترونز زاد لبقى ايه عشرة يبقى هو زايد عنه بايه بتلاتة يبقى بياخد الي تشارج مينس ايه تلاتة لان الالكترونز بتبقى نيجاتف ايه تشارج يبقى مينس دي يعني اللي هو ايه كده زايد بتعدد 3 اليكترونيات عن البروتون تمام يبقى الالامنتز عندي عموما بتيجي بقى ولو نفتكر مع بعض المرة اللي فاتت انا جيت قلتلك ايه ان الميتلز دي هي مجموعة الايه الشاطرين لو انا هجي فرق ما بين الميتلز والنون ميتلز الميتلز دي مجموعة الشاطرين يعني شاطرين في كل حال جود كوندكتور افيد جود كوندكتور اف الكترستي ليهم هاي ملتنج انت بايلنج بوين بيقدروا انه هما لدرجة انسهار عالية ودرجة غلقان عالية ليهم المفروض انه هما بيوصلوا جود كوندكتور افيد وجود كوندكتور اف الكترستي بيوصلوا طياري الكهرباء حلو بيوصلوا الحرارة برضو جيد يبقى هي جيدة التوصيل في الكهرباء وجيدة التوصيل في الحرارة عندي طيب ايه كمان لا ده انا هتلاقيهم كلهم مثلا سولد معادة مثلا حاجة واحدة اللي هي الميركري كل ده هناخده بس دايما حط في دماغك كده لما بتلاقي في الاسئلة يا طرى ده جود طرى انه هو بيكون شاطر في اي حاجة او ليه هاي لفل او كده دايما بيكون من الميتلز اما الميتلز هي زي المجموعة اللي هما مش شاطرين بسميهم ليه لان هي بات كوندوكتورو فيه دايما بتلاقيها بات بقى في كل حاجة معادة هتلاقي حاجة بس هي الكربون هنتكلم عليها تمام طيب يبقى جينا الميتلز هتلاقي ان زي ار the elements which have less than four electrons in the outermost energy level ده بيكون في مستوى الطاقة الخارجي لها اقل من اربعة طيب دي حاجة وحشة ولا حاجة حلوة لا دي حاجة حلوة جدا ليه بقى لان لما بيكون في outer most الخارجي الالكترونز قليلة معنى كده ان هو ناشط كيميائيا جدا يعني يقدر يخش في التفاعلات الكيميائية بسهولة تكروا بقى الميتلز هنا ان هي تكون عايزة تفقد الالكترون ولا تكتسب مثلا السبعة الاسهل ان هي تفقد الالكترونات اللي بتكون في مستوى الطاقة الايه الخارجي لان هي صغيرة عشان كده انا بسميها ايه ناشطة كيميائيا بتقدر ان هي تتفاعل مع العناصر الاخرى ايه بسهولة لان هي سهل جدا عليها تفقد الالكترونز اللي موجودة بره هي مش شرط واحد هي قل من اربعة يعني ممكن تفقد واحد او اتنين او ايه تلاتة تمام يبقى ده عندي يبقى الميتالز عندي في الاوتر موست بتاعها اه بيكون لذان ايه اه اه او ايلكترونز زي ما هي واضحة قدامكم دلوقتي كده حتلاقي ان السوديوم موجود في مستوى الطاقة الخارجي بتاعه ايه هي قلنا ان هما كلهم ايه زي او صولد اكسبت ايه ميركري كلهم صولد معادة الميركري كلهم صولد كلهم مواد صلبة اكسبت الميركري معايا ده حاجة واحدة بس اللي هي الميركري اللي هي الاني لكود متالك ايه الميركري وليهم زي هاف متالي كلاستر يعني ايه متالي كلاستر ليهم بريك معدني زي الناس الشطرة كتحس ان هي بتلمع كده نظيف قوي فالبص كده هتلاقي لها ده البريك المعدني تمام للسعيلين ان هي جود كوندكتور اوف هيت اند الكتريستي يبقى هي برضو هتلاقيها ان هي بتوصل الطيار الكهرابي والحراري بتوصل بتعتبر جيدة التوصيل للطيار الكهرابي ولي الحرارة تمام اقدر ايه كمان بقدر اننا اتنيهم واقدر اننا ايه اشكلهم خلي بالك ان تتحول لبوسيطيف ايون لان هي بتفقد الالكترون اللي موجودة في الاوتر موست تمام وخلي بالك بتحمل اللي هي الالكترون يعني لو انا فقط وا الالكترون يبقى تاخد شحنة واحد زي ما احنا شايفين في السوديوم والماجنيزيوم لو بصيت كده السوديوم زي ما هي واضحة ايه قدامكم كده في يبقى الالكترون 10 والبروتون 11 فعشان كده هي زايدة بايه بلاس 1 الماغنيزيوم برضو نفس الحكاية فقدت ايه لوسيس 2 في المستوى الطاقة الخارجي فقدت اتنين بتاخد ايه 2 بوزيس افتشارج ايه عشان هي فقدت اتنين ولو بصيت ليه بيكون اتنين هتلاقي ان الالكترون بكان بتن والبروتون بكان بتنين يبقى هي زايدة عنه بايه بتنين تمام في الشحنات المجابة زايدة عنه بايه بتنين طيب نيجي بقى لنان ميتلز برضو هنا بقى بتكون زي ما احنا انه هي بيكون زي مجموعة المشاطرين كده زي ار المان زا المان which have more than four الاكترون in the outermost energy level دي اللي بيكون فيها اكتر من اربعة في مستوى الطاقة الخارجي ايه ليها تمام دايما زي ايه الكلور ده هتلاقي الكلور اتنين تمانية ايه سبع يبقى الoutermost عندي اللي هو الانيرجي المستوى الطاقة الخارجي فيه سهل جدا عند انه هو يكتسب واي الاكترون ولا يفقد يعني لا بالنسبة له سهل انه هو يعمل ايه عشان يوصل لحالة الايه لو بصيت الاكسجن هتلاقي برضو انه بيكون من الاكترونز عدد كم من كم سكس الاكترونز ويبقى محتاج ايه الايكترونز عشان يوصل لحالة للاستقرار تمام البروبرتوس في النان ميتلز برضو هم they are solids زي مين الميتلز اكسبت برومين اللي هو which is the only liquid metallic element الوحيد اللي هو بيبقى هو البرومين طب الميتلز كان مين الميركوري وام وام كان ميتلز وميركوري عشان ما تنساش وهنا مالهمش ايه بقى they don't have metallic cluster مالهمش بريق لمعان بريق معدني زي اللي خير وزي are bad conductor to heat and electricity طبعا except carbon هو الوحيد اللي بيوصل التيار الكهرباء طيب انا بقدر اتنيهم او اشكلهم لا they are not malleable and ductile ما بقدرش ان انا اشكلهم او ان اتنيهم لمجرد ما انت تطرق عليهم انك انت تدوق عليهم ما يحصل ان هي يكسروا زي ما انت واضح قدامك دلوقتي في التفاعل الكيميائي during the chemical reaction atoms metals atoms الموجودة في non metals to gain energy from the outer the other atoms to complete their outermost energy level عشان تتحول للnegative a ions تمام وخلي بالك negative charge equal the number a of the gained a electrons تمام لو بصيت على n neutral ادي مثلا ده الكلور هتلاقي ايه في 7 electrons gain 1 electron يعني زاد بواحد electron عن proton عن proton هتلاقي ان هي electron 18 هتلاقي proton 17 هو زاد بكام 1 electron فهياخد شوحنة واحد طيب الاكسجن هتلاقي نفس الحجاية برضو في مستوى الطاقة الخارجي 6 electrons محتاج ان هو gain 2 electrons يا ان هو يكتسب 2 electrons هيبقى هياخد ايه negative ايه 2 تمام يريد تكون positive والnegative اين واضحة بالنسبة لكم طيب يبقى كده الفرق ما بين الميتلز والنون متلز ايه تعالوا كده اول حاجة قلنا ان هي بتكون ايه less than 4 electrons طيب والنون متلز more than ايه 4 electrons in the outer ايه outer most energy level كلهم solid معادة ايه except الميركري هنا ممكن من الميتل solid and the gases except من البرومين اه يبقى انا عندي هما solid وجاز وي except من البرومين which is a liquid هتلاقي ان الميتلز متالك ايه لستر هنا ملهاش ايه متالك لستر مفهاش البريك معدني they are multiple and ductal بقدر اننا اتنيهم وشكلهم they are not a multiple and ductal هنا جد conductor هنا ايه bad except carbon او graphite is a good conductor of electricity معادة carbon هو الوحيد اللي good conductor of a electricity وهنا دي examples زي sodium magnesium aluminium وهنا الكلورين والاكسجن والايه والنيتروج اخر حاجة عندي في بالنسبة لل element in noble gases دي they are elements in which the outermost electrons completely are completely filled with electrons خلي بالك ان النوبل جازز بكون ممتلئة بالالكترونات فهي مش محتاجة they don't participate in any chemical combination in ordinary condition مش محتاجة ان هي تخش في اي تفاعل كيميائي لان مستوى الطاقة الخارجي بتاعها مكتمل بالالكترونات لا هي فضلها اتنين الالكترو ولوان الالكترو عشان ان هي تكتسب من حاجة لا هي مكتفية بنفسها فبسميها الغازات النوبل جازز الغازات النبيلة او الخاملة لان هي ما بتخشش في اي تفاعل كيميائي مكتفية باذتها وبالالكترون بتاعتها وبالخصائص بتاعتها طيب الكميكال بوند احنا النهار ده عندنا المفروض الكميكال بوند اللي هي الايونيك بوند والكوفيل الايونيك بوند بتكون موجودة ما بين المتال والنون متال يبقى بتنتج ما بين المتال والايه والنون متال طيب ليه بقى متال ونون متال تمام المفروض ان اساسا عشان اعمل الايونيك بوند من اسمها كده هي محتاجة مين الى الأيون اللي هي البوزيتف والناجاتف يبقى المفرو удоб ان انا مين اللي هيديني البوزيتف الحاجة اللي هي ايه فقدت اللي هي مين الميتالز ومين اللي هيديني النوجاتف اللي هي الـ not mitals لان هي ايه جينز الكترانز طب واحد بيفقد واحد جينز الكترانز طب ما يتحدوا مع بعض بيتجازب كهربائي في الدين ايونيك ايه بوند يعني مركبات كيميائية قائمة على In-Metals و Non-Metals ده يفقد ده هيكتسب اللي هو هيسيبه ده هيكتسب خلاص يبقى ده حقق الاتنين الاستقرار في الحالة العادية بتاعتهم لما جوم يرتبطوا مع بعض تمام يبقى دي الايونيك اي بوند بتحصل ما بين النيجاتيف ايون والبوزيتف اي ايون زي ما هي واضحة قدامك يبقى اي تسابوند resulting from the electric a attraction between a positive ion and the negative a ion طيب بتتكون عن طريق a it's formed by losing and gaining a electrons بتتكون عن طريق فقد واكتساب الاي الالكترون ويبكون ما بين المتال والنان اي متال تمام ويكونوا ما بين اتوم two different ما طبيعي هيكونوا two different elements لان انا بتكون بتكلم ما بين متال وايه والنان متال فحيكونوا فعلا ايه مختلفين it's formed due to the electric attraction between the positive and negative a ion وبيكون لها one type بس وبتديني compound a molecules only بتديني مركبات كيميائي طيب الكوفيلانت بوند بقى لا دي بيكون كوفيلانت يعني ايه خلاص دي بقى هنا تساهمي هنتشارك مع بعضينا لوحدة يفقد ولواحدة يكتسر طيب مين اللي المفروض يتشاركوا مع بعضيهم الناس اللي هي المفروض اللي هي non non metals اللي هي ايه الفقرة شوية دول non metals ان احنا ايه نتشارك مع بعضينا كده عشان نوصل لدرجة الايه الاستقرار بتاعتنا طيب هنا بمكن ان هم ايه يتشاركوا مع بعض بone electron او ايه two electrons او ايه three هو امتى بيتشارك بواحد او اتنين او ثلاثة على حسب الالكترونز اللي هو ايه محتاجة تمام ويبقى اللي هم بيكونوا اللي اتنين بيكونوا ايه non metals اما للايونيك كانت ايه لا كان اما بين metals و non metals خليك كده عشان ما تطلق بقضش لكن الكوفيلانت بوند لا احنا نساهم مع بعضينا كده ونتشارك مع بعض طيب ايه نتشارك يا اما تبقى بone electron يبقى دي سنجل ايه كوفيلانت بوند طيب طيب نتشارك باثنين الكترون كده مع بعض والدنيا تبقى ايه لذيذة يعني يبقى double covalent a bond طيب لو انا محتاجة اه ثلاثة الكترونات عشان نوصل لحالة الاستقرار وانت كمان يبقى احنا نتشارك مع بعض يبقى triple covalent a bond يبقى هم بيبقى ليهم ثلاثة ايه انواع زي ما احنا هنشوف بعد شوية يبقى يبقى it's a bond occurred among the atoms of non metals اللي اتنين بيكونوا non metals through the participation of each atom with the same number of electrons to complete the outer electron shield of each atom هنا كل واحدة فيهم بتشارك بيه الالكترون اللي هي محتاجاها عشان تكون عدد الالكترونات مكتملة في المستوى الطاقة الخارج it is formed by sharing of one pair of electrons one pair of electrons or more يعني اما واحد او اتنين او اكتر من كده في الالكترونات we beكون ما بين two non metals elements between two atoms of the same element بيكون من نفس نوع الالكترونات we ismo we form the due to by sharing of electrons between الاتوم بيكون ما بين الاتوم بيحصل بينهم sharing مشاركة ما بينهم وبين بعضيهم وبيكون فيه منها ثلاث انواع زي ما احنا يستغلين three tides اللي هو single double we triple we بيكون اما single covalent bond اما double covalent bond اما triple covalent ايه بون اما تشارك بone electron او two electron او three a electrons وبتديني الالمنت عندي لان هي بتكون من نفس ايه النوع طيب تعالوا نبص كده هي بتبقى موجودة ازاي لو جيت بصيت هنا هتلاقي دي الموجودة الرسمة اللي بتبقى موجودة عندكم في كتاب المدرسة ده هتبقى ionic bond ولا covalent bond بص كده هتلاقي ان دي ايه ionic bond ده sodium chloride compound of NaCl ده sodium two in two eight one هتلاقي ان هو هيفقد ايه loses one electron مين اللي هيكتسبوا الكلور عشان يعمل ايه كولوريد السوديوم sodium chloride اللي هو اه كولوريد السوديوم اللي هو ملح الطعام لما تيه لان ايه المفروض ان هي ايه بعد two eight one يبقى الone electron ده ايه loses هيتحول ايه ل positive ion تمام ليه عشان البروتونز the numbers of protons هنا ايه is more than ايه the number of electrons بايه بوان تمام مين اللي هياخد الone ده انا عندي الكلور كان two eight seven يعني السفن دي هو محتاج ايه واحد بس عشان يوصل للايه للايت تمام one electron بس يبقى يبقى two eight eight ماشي يبقى خد يبقى هنا loses one electron هنا الكلوريد ده هو ده المفروض ان هي اتحولت من الفقد one electron لإيه لإلكترون التاني طيب لو جينا نبص برضو المغنيزيوم لو جيت ان انا شفت برضو ان هو المغنيزيوم بيكون من كم من 12 حيتلاقي two eight two برضو هيفقد two electron هيجي ان هو من اللي هيكتسبه الاكسوجين ده اكسيد المغنيزيوم mgo المغنيزيوم عندي two eight two والأكسوجين بالنسبة لي هيبقى two six بيبقى لو فقط two electron هيروح من اللي يكتسبهم هيبقى يكتسبهم الاكسوجين عشان يوصل لحالة الاستقرار تمام طيب نيجي بقى للكوفيلانت احنا قلنا يا اما يبقى single يا اما يبقى double يا اما يبقى triple تمام يا اما يبقى في اللي هو بيبقى احادي يبقى هو المفروض ايه choose one electron with other يبقى هما المفروض شاركوا electron واحد مع بعض او two electron يبقى ايه ده double covalent bond او three electrons shares with other يبقى برضو ان هما ايه هيبقى برضو ان هو triple covalent ايه bond تمام طيب لو انا حابب ان انا طبعا هي بتبقى واضحة قدامكم جدا في الكتاب ازاي بيحصل ما بين المفروض اللي بيحصل ما بين single covalent bond واللي بيحصل ما بين ionic bond في الاثنين فالمفروض انك انت ايه بتوضح طيب في حاجة بقى المفروض عشان نقدر ان احنا نتفاعل مع بعض اكتر المفروض انك انت هتنزل حاجة اي برنامج كده من play store او المدجر لو انت عامل الموبايل باللغة العربية حاجة اسمها qr code reader ده المفروض ده لو انت عندك كود بيبقى في كتاب المدرسة بتشوف اللينك اللي هي بتبقى موجودة عليها لان هي بيوضح لك بيها شوية فيديوهات بتبقى مرتبطة بالدرس وانا كمان هتفاعل معاك بيها يعني هعمل لك كود نشوف مين اللي جاب اعلى درجات وان شاء الله برضو ايه نعلن الناس اللي هي جابت وقدرت ان هي تحل الhome وارك بقى وجابت الدرجة نهائية فيه طيب بجيب ان انا بنزل البرنامج ده اسمه qr code reader انت في كل مرة انا هعرض لك حاجة زي اللي هتظهر قدامك دي دلوقتي ده اسم qr code تمام ده حضرتك بس بتاخد عليه صورة ده مثلا لو انت حابب دلوقتي مثلا لو انت منزله عليك مجرد ما انت بتعمل بيظهر لك لينك كده بتيتدوس عليه تيه انك انت لو عايز تسألني اي حاجة ده بالنسبة للqr code نفس الحكاية المرة جاية ان شاء الله هعمل لك تيست كده صغير عن الدرس الاولاني ومجرد ما انت تعمل برضو سكان عليه او انك انت تاخد صورة للشاشة بالنسبة لك وتعمل سكان باي موبايل تاني على الصورة هتقدر برضو يفتح معاك اللينك ده ويبقى التواصل بيننا ايه سهل سواء كان انك انت تحل اسئلة عن الدرس او سواء لو انت عايز تسأل اي سؤال اه ما قدرتش ان انت تسأله خلال الحلقة اه او ان لما جيت تفرقت عليها في الاعادة بعد كده تمام طيب يبقى النهاردة اتكلمنا على ايه الفرق ما بين الميتلز والنون ميتلز وعرفنا الفرق ما بينهم وعرفنا كل حاجة بتتميز بيها ايه بعد كده الميتلز والنون ميتلز بعد كده النوبل جازز اللي هي الغازات النبيلة اللي قلنا ما بتتفعيش مع اي حد واخدنا الكيميكال بوندس اللي هي الايونيك بوندس والكوفيلانت بوندس الايونيك بوندس قلنا بيكون مبين مين ومين بيكون مبين المتالز والنون متالز وبيكون مبين different element طبعا عناصر مختلفة لان انا بقول metal ونون متالز وبيكون نتجة مبين التجاذب مبين والايونيك بوند اللي هو الايونز طبعا اللي هي الايونز والنيجاتف ايه ايونز تمام بيحصل بينهم تجاذبnement كهربية تمام طيب ويخدنا الكوفيلان بوند اللي هو السينجل وال другие تمام اتمنى انتم تكونوا استفدتوا بحلقة النهاردة ولقاكم على حلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع القادم كل سلام تايمين